لكن معنا دحين هناك وصفة مجاهزة لا كنت أحرقها لكن دحين سأحرقها يلا أحرق أمر أبغى لانا تساعدني يس يلا نستغل الوضع سألين ما هي موجودة وأخذ لقب الشيف فنوريها كيف هي الإبداع الآن لا أنا كسبت الكرسي وخربت الدنيا عندها صارت كوارث ما تأكل يلا ما يخالي طيب ما راح تعمل اليوم نعمل وصفة مرة سريعة جماعة وخفيفة مكوناتها مرة بسيطة يعني عندكم مثلا المكونات موجودة في كل بيت عندكم التونة عندكم الدرة عندكم جبنة الكاسات وعندكم المزرلة تشيز الخبز طبعا سواء التوست أو خبز فرنسي عندنا ايش هذا الفلفل أسود هذا ايش ما تعرفي ثوم مطحون صح ثوم اللي هي البهارات الصغيرة يا جماعة وهنا أشياء ممكن تحطوها إضافات مع الساندويتش اللي تحتعملوه طيب جاهزة شوقتنا يا مؤيد شوقتنا 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 طيب يا الله هل أنت تسويه أو أنا سويه؟ هل بدك تعلمني ونعمل اثنيناتنا حسنا سأعمل أنا الخلطة وبعدها أنت تأخذي ايش وانا ايش وننسويها حسنا أول حاجة يا جماعة دائما كده هي هي كده الوصفة وصفة مؤيد ايوه خلاص في حدا منكم ما بيأكل تونة؟ لا لا كلنا نعم سألين ما تسأكل تونة بس موجودة حسنا بصراحة أسوي لكم كلكم أحط كله أو لا؟ حط 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 يا الله ماذا لهم؟ لا أريد أن أكتر لا أريد أن أكتر لا أريد أن أكتر لا أريد أن أكتر أريد أن أخذ عماية البيت طيب بعد التونة يا جماعة أحط الدرة طبعا لازم يكون لونه وشوف كيف؟ يلمع ايوه 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 لازم تسوي الأكل المتألق مؤيد لازم كل شي يكون يلمع وياه ولو 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 ولع البنين اه شنو هذا؟ ما تكتر هذه جملة سائلة يا جماعة جملة سائلة هذه لكي تخليم تماسك أكثر طبع طبع شبك؟ دير بالك الأبسك الجميلة أحني مينة؟ لا لا طبعا طبعا جملة مينة؟ لا هذه جملة كاسات جيز يا عمي رح تطرب ماشرب لتنزل انا بخيرو بدينا بالمطبخ طبعا تضرب منك بعد كذا يا جماعة تاخدوا الفلفل الأسود هذا سيبدأوه تحطوا منه انا ما أحب أحط الفلفل الأسود كله في البداية احب بعد ما أخلص انت حسب التعمل ايوه احط أزود بعدها طبعا أعطيني التوم المطحون هذا لما الذي يكون لديك اللمسة السحرية التي تظهر الفلفل تتميز أن لا يسو dirty قل لي. هو شوف السر نكتبه بحب. يا سلام. فأنا الآن جدا مبسوط ومشاعري عالي. يا عمي يا حسيزك واشواتك. لا لا تكتب. في الوقت يقول طيب يالله يالله قول. قول حلاص ماشي ماشي. عرفنا انه قلبك كبير. حتى زردك شاي بطرف سكين. لا هي كده هذا الفن. لا تكتب كثير انا لا تحب التون. كل هذه المشاعر وفي التي شورت هارتلس. لا تكتب أبينها ترى بس خلاص. فضحتني. طيب. الآن نخلطهم مع بعض الجماعة. بدك حضي الخبز بهذا الوقت. ايش هتصرف الخبز. بص سلامة. بص اسمع زوديني تشيز شوية. اي بعمر. انا حسيت ان شوية. ناقص. ايوه. شوية على ملابسة بعد وخشم. يا السلام. طبعا لو انا في البيت ما خلي الملعقة ترجع زي كده. لا. لا 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 لا. لا 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 لا. الحمد لله لا انا سويتها. الحمد لله لا انت. حين سأقول لك. الآن تدري ماذا نفعل؟ نضع عصرة ليمون. ناقص. طيب مع التونة. نكون صريحين. تدري ليش. ليش. عصرة ليمون تقلل من حدة التونة يا جماعة. اوه. ايوه. تقلل من حدة التونة. عشان كده الناس كتر ليمون. عشان الريحة او. فيه ناس ما يحبوا التونة الوحدة. لما يجي يأكلوها الوحدة. ايوه. تكون تقيلة عليهم. فتحط ليمون تقلل من حدة التونة. تونة. لك هالعصرة شو كرو. ولو. ولو. طيب. كده سلنا جاهزين. لحين. انتي عندك مثلا الخبز الفرنسي. تتحبي خبز فرنسي نقول. مزبوط. طيب. انا احب مثلا التوست الاسمر. اوكي. هاخد واحدة زي كده. يالله. انا رح اخد المقصة. ايوه. طيب. هنحط هذي في المص. اباكي تاخدي. وتحط في الساندج حقك. لديك فستنتخلاصي لي وهو. يعني انا كمنا بحط. هاخد؟ ايوه حطي يالله. يالله. وشي ما لقد لعدنا اه. يعاني عنا بي. والله جوعتونا. شو؟ عليك بعيد انتي. لما نخلص. اوكي. عمبعمل صح شاف مؤيض. صحيح. ايوه. راضي عني. انا في سعدك بغير طبخات. ممكن. اوكي. اتي من اول قاعد تسألي عن جبنة الموزريلة. ايوه. طيب أنا أحب لك يا السلام عليك أول مرة لانا تبكر مضبوط يا جماعة أول مرة يعيبت شو ما عليك يلا لانا ايه رح شير بالشوكة خالص تعفوا شوف ايه شيري بيدك أمي رح شيري بيدك يلا ايو يلا تسوي حركات نصرق تطيها لا مش مش بالجبنة حلو حلو اوكي نايس يلا هاتي الآن أنا أخط شويتين تبدو نايس تدري هذه اللي حطيناها لا تدري متى تكون المسللة مرة طيامة لما تحطيها شوية مرة في الفرن ما تكتروا يا جماعة تحطوها معهول تحطيها زي ما هي كده في الفرن تخليها بس تسيح شوية وبعدها تحطي معها سواء كنت تبي خز تبي طماطم أريد نشوف رسالتين اوكي هلأ دحين نحن علاقون معنا فرن يعني هنحطها في الصحن ايو ما عندي فرن بس أنا سويت لكم هي ورد يا جماعة اوه طيب سويتها وهي جاهزة أصلا يا عمي وليا أولا فنان بسيح الفيشة لناغل شو عصرة الليمون هذي اللي فوق على كل حاجة ايه بس تبه ما بترتشنا الله ايه وبدأ كنت لنا كمان بالاخر تجعب الزيت ايه بزعب زي ما قلنا الناس أنا أحب صراحة من فوق انه أنا اضيف فلفل زيادة دايما حتى لو كان الطعم يعني فيله فلفل بس أنا أحب لأنه بيدي كده جمال بس فعلا الطبق مليان حب وخلاص صراحة شو شو باكم تشوفون يا جماعة